مرحباً بكم في حلقة جديدة في بيتنا مدرسة اليوم سوف نتحدث عن التأمين اللي موجود عندنا هو الوسيط اللي موجود بين القامة لعملية التأمين و المستفيد من التأمين نفسه دعونا نبدأ بالتعامل بين تقرأ بالتعامل والتعامل و يجب أن يجب التعامل عندي هنا محاسبين جون و هدا جون بدأ يتكلم بيقول اي هاو جاست دامجد ماي نيو كار اي هاو جاست دامجد ماي نيو كار يعني هو عمل حادثة و دمر عربيته جديدة هدا او نو ام سوري توهي ذات يو مست بي أبسيت جون ييس ايام ييس ايام بيقول ايوه انا حزيني دي العربية الدماري والإصلاحات هتكلف حوالي 500 جنيه هدا هاو جاست دامجد يبقى اول تأمين هنتكلم عنه النهاردة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كل انواع التأمين فهدا بتقوله هاو جاست دامجد هل حصلت على تأمين شامل جون نو مجرد تأمين الاساسي او التأمين الاجبار اللي بيعملوه لذلك الاساسي لا يستطيع التأمين تأمين الشخص المؤمن مش هيدفع في عملية التأمين كان هيدفع في عملية التأمين لو كان هو عامل كمبرهنسيف انشورنس يعني تأمين شامل وبيقول لها انا اللي هدفع نكمل معنا الكلام هدفع هدفع تأمين شامل هل حصلت على تأمين شامل هل حصلت على تأمين شامل هنا بقى جون بيسأل هدفع بيقول لها انتي لك تأمين شامل هدفع هدفع التأمين ده بيغطي بيغطي كل حاجة بيغطي كل حاجة مثل فاير الحريق ثفت السرقة والضمار اللي بيحصل او الناتج عن الحوادس والضمار اللي بيحصل او الناتج عن الحوادس مثل المصارف العادية للسيارة جون هل تأمين شامل مهنة جدا يا طرق التأمين الشامل ده هيكون غالي جدا هدفع هدفع للعالمين التأمين ده هيكون غالي لو القائد او بيسؤ العربية صغير في السن مثل لو انا كان عندي 18 سنة سيكون التأمين غالي هذا لأن الناس يعتقدون أن الناس صعبين يكون قائد العربية عنده 18 أو أقل من 18 سنة سيكون التأمين غالي جدا لأن كلما زادت المخاطر كلما زاد القسط التأمين نكمل أول سؤال عندي هنا ليه جون كان حزين موجود عندي هنا في القطع نمبر بي من اللي حيدفع تمن الإصلاحات دي وحتيتكلف كم طبعا كل المعلومات دي كانت موجودة عندنا في الديالوج فنشوف كده نمبر ا بيقول عندي هنا بالنسبة لماذا كان جون موجود؟ لأنه حزين موجود عندي هناك لأنه دمر العربية الجديدة أو عمل بيها حدثة تاني سؤال من اللي حيدفع من اللي حيدفع في الديك والإصلاحات دي حتكلف كم من اللي حيدفع وهتكلف كم فهنا بيقول جون لن ي Rio لن يجب أن تأمين في الديك جون لن يجب أن تأمين في الديك جون هيدفع تمن الإصلاحات والإصلاحات ستتكلف حوالي 500 جين نمبر C هل جون لديه أي تأمين؟ إذا ما؟ يطرى التأمين اللي كان عامله جون A على سيارته الجديدة جون طبعا كان عامل تأمين اللي هو البيزيك إنشورانس هو كان عنده تأمين اللي هو التأمين الأساسي أو الإكباري اللي موجود عنده على العربي نمبر D هل جون ستجد تأمين اللي هو البيزيك إنشورانس في المستقبل؟ يطرى جون بعد كده هيعمل في المستقبل تأمين شامل نعتقد من الكلام اللي إحنا سمعنا بينهم إنه هو A possibly now he knows that it's not expensive for older drivers يعني بالنسبة له التأمين مش هيبقى مكلف جدا لإنه هو يعني هو طبعا أكبر من 18 سنة What kind of insurance does Huda have؟ إحنا فهمنا إيه من الدالوج اللي كان موجود عندنا التأمين اللي هو دا كيتعمله كان تأمين نوع إيه؟ What kind of insurance does Huda have؟ نقول هنا كمبرهنسيف إنشورانس هودا كان عندها تأمين شامل Let's move to some important words إن شاء الله بإذن الله دلوقتي حنتكلم عن بعض الكلمات المهمة والخاصة بعملية التأمين أول حد عندي The Insurer The Insurer هيكون هو الشخص الذي يبيع التأمين يعني هو صاحب شركة التأمين أو الوكيل اللي بيشتغل في شركة التأمين هو اللي بيبيع التأمين Number two ثاني كلمة عندي The Insured The Insured هو الشخص المؤمن عليه يعني He will pay the premiums هو اللي حيدفع أقصاط التأمين ثالث كلمة عندي The Broker ده السمسر هو عبارة عن ميدلمان Between The Insurer and The Insured هو الوسيط آخر حاجة عندي Premium Premium اللي هو قصة التأمين نفسه طب نشوف بقى التعريفات دي موجودة عندي إزاي The Insurer The Person Who Sells Insured هو الشخص الذي يبيع التأمين يبقى The Insurer هو الشخص The Person Who Sells Insured الكلمة اللي بعد كده The Insured طبعا ده اسمه مفعول بيقول عندي هنا The Person Who Pies or Takes Out Insurance أنا عايزة أقول هنا يقوم بعمل تأمين ممكن أقوله أنه هو باي بيشتري تأمين or Take Out Insurance Take Out Insurance يعني يقوم بعمل تأمين ثالث كلمة عندي The Broker اللي هو السمسار نشوف بقى وظيفته إيه وظيفته Arrangeous Insurance Arrangeous Insurance يعني هو يرتب أو ينظم عملية التأمين طب وهو هيحصل عليه بقى هو Find The Best Insurance Policy ويجد لك أفضل بوليسة تأمين Premium Premium هو القصد التأمين The Payment For Insurance هي المدفوعات اللي انت بتدفعها للتأمين نكمل برضو التعريفات اللي موجودة معنا Insurance Certificate Insurance Certificate هي شهادة التأمين نفسها Is a Document هي وثيقة which proves بتثبت You are insured هي بتثبت أن أنت فعلا متأمن عليك بعد كده Proposal Form Proposal Form هي عبارة عن استمارة أنت بتكتبها وبتخلصها وبتقدمها لشركة التأمين علشان تحصل على تأمين فأبروبوزال فورم is a form هي استمارة you fill in بتهم لها when you apply for insurance لما بتتقدم للتأمين عايزين نفرق بين أبروبوزال فورم and a claim form a claim form هي عبارة عن استمارة تعويد فبيقول عندي هنا a claim form is a request for payment هي طلب للمدفوعات يعني لو حد مأمن على حاجة وبعدين حصل عنده مشكلة مأمن على العربية وبعدين عمل بها حادثة مثلا ففي اللحظة دي يعمل a claim form يعني طلب تعويد is a request طلب for payment للمدفوعات when insured property is damaged لو الممتلكات بتاعته اتدمرت أو حصل لها حاجة عايزين نقول إن احنا مثلا لو أي حد عايز يعمل تأمين أي حد عايز يعمل تأمين أول حاجة بيعملها إن هو لازم إن هو يسأل أكتر من شركة تأمين قبل ما يقوم بعملية التأمين نفسها العملية دي اسمها shop around shop around يعني يقوم بعمل جولة تسويقية جولة تسويقية دي يسأل فيها الشركة اي الشركة بي الشركة سي أنا حدفع استقدي ايه كل شهر طب لو حصل مشكلة هاخد كم في الآخر الكلام ده كل فلو واحد مثلا بيأمن على حياته وقالوله هتدفع مثلا 120 جنيه كل شهر لمدة 20 سنة وحتاخد في الآخر تدفع 120 جنيه لمدة 20 سنة الكلام ده كان في شركة اسمها A وحتاخد في الآخر 200 ألف جنيه مثلا وراح لشركة تانية وراح لشركة تانية هتدفع 110 لمدة 20 سنة شركة نمبر بي وحتاخد في الآخر 200 ألف جنيه وراح لشركة تانية هيدفع 100 جنيه بس لمدة 20 سنة الشركة دي هنقول نمبر سي وحياخد في الآخر برضو 200 ألف يبقى هو عشان يسأل الشركات دي كلها اللي هيعمله ايه هيعمل حاجة اسمها SHOBE AROUND SHOBE AROUND يعني يقوم بعمل جولة تسويقية يسأل فيها أكتر من شركة يبقى الشركة الأولى لو دفع 120 جنيه لمدة 20 سنة هيقوم 200 ألف جنيه يبقى هو يختار شركة A أو B أو C طبعا هيختار الشركة نمبر C لأنه هيدفع فيها أقل بريميوم أقل قصد تأمين طب هو بقى لو ما عندهش وقت إنه هو يعمل SHOBE AROUND ويلف على الشركات دي كلها HE WILL ASK PROKER هيسأل سمسار السمسار هيكون وظيفته السمسار هيكون وظيفته حاجتين الحاجة الأولى إنه هو ARRANGES هيقوم بعملية تنظيم للتأمين نفسه الحاجة التانية إنه هو هياخد COMMISSION هياخد عمولة العمولة دي طبعا هياخدها من مين؟ من THE INSURER AND THE INSURED نكمل الكلام اللي معنا عندي هنا عندي هنا types of insurance types of insurance أنواع التأمين هنتكلم على أنواع التأمين and giving examples وإزاي إنه إحنا بندي أمثلة عايز أقول على سبيل المثال عايز أقول مثلا كده فبص معايا كده هنا number one أول نوع من التأمين موجود عندي هنا travel insurance هاقصد بترافل انشورنس اللي هو التأمين التأمين السياحي التأمين السياحي covers بيغطي travel risks بيغطي مخاطر السفر such as مثلا loss of luggage loss of luggage يعني فقدان الحقائل يبقى أول حاجة عندي النهاردة هنتكلم عنها من أنواع التأمين اللي هو travel insurance اللي هو التأمين السياحي وقلنا أنه هو covers بيغطي travel risks مخاطر السفر such as مثلا loss of luggage زي فقدان الحقائل لو حد مأمن وعمل تأمين سياحي وبعدين وهو مسافر الشنط بتاعته ضاعت ممكن أنه هو يجيله شنط غيرها وزيها بالزبط طالما أنه كان أثبت إيه اللي كان موجود معه في الشنط تاني نوع من التأمين comprehensive motor insurance comprehensive motor insurance قريب جدا من الكلام اللي كان موجود معنا في الديالوج الأولاني خالص اللي كان between john and huda اللي هو تأمين شامل على السيارة فبيقول عندي هنا comprehensive motor insurance covers risks to your car بيغطي المخاطر كلها للسيارة like مثلا safe and external damage يبقى هنا عشان نقول مثلا قلنا في المرة الأولى such as في الجملة التانية قلنا like اتكلمنا على نوعين من أنواع التأمين اللي هما travel insurance التأمين السياحي comprehensive motor insurance اللي هو التأمين على المركبات أو التأمين الشامل على المركبات سواء كانت عربية أو number number three number three personal accident insurance personal accident insurance تأمين تأمين شخصي ضد الحوادس personal accident insurance covers بيغطي ايه بقى covers all risk of injury for example a broken leg or an arm بيغطي كل المقاطر اللي بتحصل سواء كانت مقاطر صحية واحد رجله كسرت ايده كسرت كده number four رابع نوع من أنواع التأمين اللي موجودة عندي النهاردة commercial property insurance commercial property insurance تأمين على الممتلكات التجارية اي حد عنده محل تجاري عنده اي مصلحة تجارية مصنع شركة لازم يعمل لها تأمين تجاري على الممتلكات فcommercial property insurance التأمين على الممتلكات التجارية covers بيغطي risks to commercial buildings على المباني التجارية such as مثل fire and safety مثل الحريق والسرق نشوف بعد كده خمس نوع عندي من التأمين خمس حاجة عندي من التأمين marine insurance وحنقصد بmarine insurance اللي هو التأمين البحري يعني لو حد عنده مركب يروح يعمل marine insurance تأمين بحري هنا marine insurance covers risks بيغطي المخاطر for your ships and boats حيغطي المخاطر المخاطر الموجودة عندك على استفينة أو على القوارب for example if your boat لو المركب بتاعك أو القارب sinks غرق the insurer will pay المؤمن هنا هو اللي هيدفع في اللحظة دي تمن القارب أو تمن استفينة آخر نوع عندي من أنواع التأمين house insurance وحنقصد house insurance تأمين المنازل house insurance covers بيغطي risks to your home بيغطي التأمين على المنزل for resistance على سبيل المثال if there is a fire if there is a fire إذا كان هناك حريق or if the house is damaged أو لو المنزل دمر buy a storm بواسطة مثلا عصفة the insurer will pay عايزين نقول كل ما كانت المخاطر أعلى كل ما كان القسط التأميني أعلى نكمل بعد كده giving advice giving advice يعني أعطاء نصيحة عايزين نقول كده بالعربي لو واحد صاحبك مثلا عنده عربية والعربية دي تعباء ومع الزباء وبتعتل باستمرار أقول له إيه أقول يجب عليك أن تشتري عربية جديدة أو لو أنا مكانك أنا كنت أشتري سيارة جديدة عنده مثلا كمبيوتر وتعب أو عنده لاب وتعب نفس الكلام لو أنا مكانك أنا كنت لو أنا مكانك أنا أشتري أشتري سيارة جديدة أو أشتري أشتري لاب توب والجملة دي برضو مهمة جدا وبتج عندي في الاختيارات لو أنا مكانك أنا كنت أشتري سيارة جديدة نكمل الكلام اللي معنا هنا عايزين برضو نفرق بين بحرف C AND ADVICE ADVICE اللي بحرف C D ناون GIVE AN ADVICE بيعطي نصيحة إنما ADVICE اللي بحرف S ده بقرع عن VERB I advise YOU أنا أنصحك N أو N لا شوف هنا الجملة اللي ميوجودة عندي GIVE ADVICE ABOUT INSURANCE TO THESE PEOPLE هندى نصيح لبعض الناس وعندي هنا تلات جمل number one number a I have just put a house واحد بيكلمك وبيقولك I have just put a house يعني أنا لسه شاري منزل لو أنا عايز أنصحه هنا هقوله إيه هقوله يعني قادر أقوله الكلام ده بطريقتي الطريقة الأولى أقوله I think أعتقد you should buy home insurance أعتقد أنه يجب I think you should buy I think you should buy home insurance أعتقد أنه يجب عليك أن تقوم بشراء تأمين منازل أو أقوله if I wear you if I wear you I would أنا كنت وهنا بقى أقدر أقول buy أقدر أشتري home insurance تأمين تأمين على المنازل على المنازل نشوف number B اللي موجود عندنا هنا we are planning حد بيكلمك وبيقولك we are planning احنا بنفكر to buy a boat احنا بنفكر نشتري قارب هقوله برضو بنفس الطريقة I think you should buy marine insurance I think you should buy marine insurance أو if I wear you لو أنا مكانك I would buy marine insurance or take out marine insurance number C I am going to visit Britain I am going to visit Britain أنا حزور بريتاني ننصحه برضو بنفس الطريقة بس حنستخدم بقى هنا أنواعي من التأمين اللي هو travel insurance وهقوله I think you should buy travel insurance if I wear you I would buy travel insurance or if I wear you I would take out travel insurance let's move to another item grammar conditional closes هنتكلم هنا عن جمل الشرطية باستخدام F in case and unless عايزين نقول ان الجمل دي كلها جمل شرطية فيها فعل الشرط وفيها جواب الشرط ف if معناها لو او اذا in case في حالة unless اذا لم اذا لم يبقى if لو in case في حالة unless اذا لم وبرضو اهم حاجة ان احنا نعتمد على المعنى نفسه وعايزين برضو نقول حاجة مهمة في number one I will take a taxi I will take a taxi واحد بيتكلم بيقول انا سوف ااخذ taxi it rains يبقى هنا بيقول I will take a taxi if it rains انا هاخد taxi لو امطرت بالنسبة للجمل دي برضو لو احنا جينا وعملنا وعكسنا الجملة نفسها يعني بدل ما ابدأ الجملة I will take a taxi وروح تقيل هنا ايه if it rains if it rains لو امطرت if it rains I will take a taxi number two you will miss the train you will miss the train سوف تفقد القطار you go quickly you will miss the train you go quickly يبقى انا بقوله هنا سوف تفقد القطار اذا لم تذهب بسرعة يبقى you will miss the train unless you go quickly unless unless you go quickly you will miss the train number three we should ensure ensure there is a fire we should ensure our shop we should ensure our shop in case there is a fire number four you ask him he will tell you عايز اقول لو انت سألته هو هيقولك يبقى هنا if you ask him he will tell you if you ask him he will tell you number five don't phone me don't phone me it's important يبقى انا عايز اقول له ما تتصلش بيا اذا لم يكن هناك شيء مهم يبقى don't phone me unless it is important number six take the policy document خد بلست التأمين with you معك you need it عايز اقول هنا في حالة لو انت احت تا يبقى في حالة لو انت حتى in case let's move to another item fill in the spaces with words from the last عندي هنا بعض الكلمات الجديدة والكلمات دي كلها تخص عملية التأمين وشركات التأمين اول حاجة عندي هنا monthly instillments monthly instillments معناها على دفعات شهرية على دفعات شهرية يبقى لو حد يدفع القصة التأميني بتاعه premium بتاعه كل 6 شهور مثلا او كل سنة والقصة ده premium عالي جدا يقدر انه هو يدفعه كل شهر buy instillments يعني على دفعات بعد كده broker broker هو السمسار او هو المسؤول he arranges the insurance هو اللي بيرتب عملية التأمين نفسها risk analysis risk analysis عبارة عن تحليل للمخاطر يعني شركة التأمين لما بتيجي تأمن على حد او على حياة حد بتشوف المخاطر اللي هو بيتعرض لها يعني الناس اللي عايشة في المدن المخاطر اللي بيتعرض لها بتكون اكبر بكتير من الناس اللي عايشة في الريف فكده يبقى القصة التأمين بتاعه اعلى واحد بيشتغل في الكهربع مثلا يبقى القصة التأمين بتاعه اعلى من حد بيشتغل في شغل نتانية يبقى risk analysis يعني تحليل المخاطر واللي بيقوم بها شركة التأمين عشان تحدد قصة التأمين نفسه بعد كده health insurance health insurance تأمين صحي health insurance التأمين الصحي معظم الشركات بتعمل تأمين صحي للناس اللي بيشتغلهم عندها او اعتقد دلوقتي كل الناس بيعملهم تأمين صحي للموظفين اللي موجودين عندهم loss assessment loss assessment بقصد بيها تقدير الخسائر لو واحد ما أمن على المحل بتاعه وعمل تأمين على المحل وبعدين المحل ده تسرق فشركة التأمين بتبعت حد يجي شوف الحاجات اللي تسرقت ايه واللي ناقص ايه ويبدأوا من هم يعوضوه او لو حصل عنده حريق مثلا في المحل بيجوا يعوضوه ويشوفوا التلفيات قد ايه وبيتفاوها اخر حاجة life insurance life insurance تأمين حياة لو حد مأمن على حياته ومات في اللحظة دي هو مش ياخد فلوس طبعا الاسرة هي اللي هتاخد التعويد نشوف هنا الجمل اللي موجود عندنا ونبدأ نتعمل معه number one number one good companies good companies الشركات الجيدة offer to their employees الشركات الجيدة بتعرض ايه to their employees للموظفين اللي موجودين عندها طبعا الشركات الجيدة بتعرض للموظفين اللي موجودين عندها health insurance تأمين صحي number two an insurance will find you the best insurance policy an insurance an insurance ايه بقى will find you هيجد لك the best insurance policy افضل بوليس التأمين طبعا the insurance broker سمسار التأمين هيجب لك افضل بوليس التأمين وفي اللحظة دي هياخد منك commission عمولة number three if you have if you have لو انت لديك the insurance will pay your family هيدفع لأسرتك if you die suddenly لو انت موت فجأة يبقى لو انت عامل تأمين ايه المؤمن حيدفع لأسرتك لو انت موت فجأة طبعا لو انت عامل تأمين حياة اللي هو life insurance number four a is done يتم عمله after a fire بعد الحريق to see how much عشان نشوف كم damage was caused عشان نشوف تم الدمار اللي حصل نقوله بجملة a space is done after a fire to see how much damage was caused يعني هنا الشركة هتعمل الكلام ده علشان تقدر الخسائر اللي حصلت عندها يبقى الكلام ده هيبقى اسمه loss assessment يعني تقدير الخسائر number five an insurance company an insurance company شركة التأمين does تقوم بعمل in order to calculate عشان تحسب the premiums الاقصاد شركة التأمين بتقوم بعمل ايه علشان تحسب الاقصاد شركة التأمين بتقوم بعمل risk analysis risk analysis يعني تحليل للمخاطر شوف رجل ده بيشتغل في شغلانا صعبة ممكن النحياته تروح بسرعة يبقى القصة التأمين بتاعه اعلى لو الشغلة كليرك كان موظف عادي office work الكلام ده كله شغلانا بسيطة يبقى القصة التأمين بتاعه مش عالي number six you can pay you can pay premiums you can pay insurance premiums يمكنك دفع الاقصاد التأمين buy monthly instruments buy monthly instruments يمكنك دفع الاقصاد الشهرية على دفعات read the text and answer the questions عايزي نقرأ النص اللي موجود عندنا هنا ونجاب الاسئلة عليه النص ده بيحكي ازاي عملية التأمين نفسها بدأت فبيقول عندي insurance began in a coffee house بدأ في قهوة in the 17th century goods were carried in a ship والبضايا كان بتحمل على سفن all over the world في كل أنحاء العالم if the ship sank ولو السفينة دي غرقت to the bottom of the sea فقع البحر the ship's owner ملك السفينة lost everything بيفقد كل حاجة this was a big risk وديكات مخاطرة كبيرة جدا saw some owners in london بعض ملك السفينة في london decided to share the risk قرروا منهم يشاركم في المخاطر دي they paid premiums ودفعهم أقصات to a grab of rich men للناس أغنية جدا and the rich men agreed to pay any owner whose ship sank والناس دول يعني لو حد السفينة بتاعته غريت هيدفعوله تعود الكلام ده بقى كان a written agreement كان عبارة عن اتفاق مكتوب was signed وقع عليه in Lloyd's coffee house فأهو اسمها Lloyd the rich men wrote their names under the agreement والناس دول المؤمنين اللي قاموا بعملية التأمين نفسها كتبوا اسمائهم تحت يعني في آخر الوثيقة and so ولذلك they were called تسموا underwriters after that owners and underwriters مالكين السفن والناس اللي قاموا بعملية التأمين واللي وقعوا تحت في الاستمارة continued to meet at the same coffee house وكانوا بيتأملوا مع بعض باستمرار اللي هو الشخص المؤمن والمؤمن عليه now in the 21st century Lloyd is no longer a coffee house ودي ما بقتش دلوقتي قهوة it is the most famous insurance business in the world وبقت دلوقتي هي اهم من اهم شركات التأمين في العالم Lloyd's underwriters الناس اللي بيقوموا بعملية التأمين في الشركة دي share risks with insurance companies in many countries وبيشاركوا المخاطر دي في الدول العديد for example in 2001 Lloyd's and the mystery insurance company agreed to provide comprehensive insurance over for Egypt air الشركة دي اشتغلت مع شركة مصر للتأمين ان هما يقوموا بعمل تأمين على مصر للتيران so Egypt air makes a big claim in the future هيحصلوا على تأمين في المستقبل لو حصل مشكلة مسر insurance and Lloyd will share the cost ومصر للتأمين وشركة Lloyd سوف يشاركم التكلفة نكمل مع بعض ونشوف number one where and in which city did marine insurance begin يا ترى التأمين البحر ده اول ما بدأ بدأ فين وفي مدينة ايه نبص كده in Lloyd's coffee house in London بدأ في Lloyd's coffee في القهوة دي اللي موجودة في لندن number two before the 17th century who lost money من اللي بيفقد الفلوس كلها when a ship sank لو السفينة غرقت يعني قبل عملية التأمين اللي كانت بتحصل لو السفينة غرقت من اللي كان بيخسر كل حاجة طبعا اللي كان بيخسر هنا اللي هما the ship's owner المالكين فقط للسفينة هما اللي بيخسرهم كل حاجة number three why did some ship owners decided to start their insure so that they could share the risk عشان يقدروا من هما يشاركم في المخاطر اللي موجودة عنده number four in the early days of Lloyd in the early days of Lloyd ship owners paid اصحاب السفن كانوا بيتفاهم ايه في بديء الامر طبعا كانوا اصحاب السفن بيتفاهم premiums بيتفاهم اقصاط تأمين to underwriters بيتفاهم اقصاط تأمين للناس اللي بيقوموا بعملية التأمين واللي كانوا موجودين في Lloyds number five when a ship sank لو سفينة غرقت the underwriters paid الموقعين ادناه هيدفاهم لمين all the owners لكل المالكين the ships owner مالكين السفن فقط the insurers المؤمنين Lloyds طبعا كانوا بيدفاهم لاصحاب السفن اللي هي the ships owner مالكين السفن number six Lloyds insurers are called الناس القائمين بعملية التأمين في Lloyd بيسموا underwriters الموقعين ادناه because ليه بقى لانهم they are rich people number a or number b they share risks لما بيشاركهم المخاطر معهم they pay every claim بيدفاعهم كل التعوضات they number d they used to write their names under an agreement لانهما كانوا بيكتبوا اسماءهم اسفل كل اتفاق او عاقب كل اتفاق طبعا number d let's move to number seven in the 21st century insurance companies in many countries with Lloyd الوقت في القرن الواحد وعشرين الشركة دي بتعمل ايه بقى عايزين نقول ان the 21st century في القرن الواحد وعشرين insurance companies شركات التأمين in many countries في دول عديدة عايز اقول ان هي بتشتغل مع شركة ويز Lloyd work share offices fly make claims طبعا work بيشتغلوا مع بعض وحنا قلنا كلام ده ان شركة مصر insurance بتشتغل معهم وعملين تأمين على ايجيبت air let's move to another question ان شاء الله بإذن الله دلوقتي هنتكلم على حاجة اسمها lost baggage form lost baggage form عبارة عن استمارة لو انت الحقيبة بتاعتك فقدت فبتقدر ان انت يعني مثل لو انت مسافر من القاهرة الى اي مكان والحقيبة فقدت فبتروح المطار وبيدو لك lost baggage form or lost baggage form وبتاخد الاستمارة دي بتكتب فيها الحقيبة كان شكلها ايه لونها ايه العلامات المميزة فيها ايه وبعد كده بتقدر ان انت تاخد يعني لو لو الشنطة بيرجعها لك او بتاخد طاول نشوف بقى الكلام ده fill in a form you traveled to cairo انت سافرت القاهرة from london on flight على الرحلة lj203 on 14th november 14 november 2006 when you traveled when you arrived at cairo international airport لما وصلت مطار قاهرة your blue suit case حقبت اليد with a white label and leather straps white label يعني كان لها تيكت ابيض white label and leather straps leather straps بقصد بيها اللي هو الحزام الجلد يعني الشنطة دي كان المميز فيها ان هي كانت سويت كيس حقيبة يد ولونها ازرق وكان عليها label لونه ابيض and leather straps وحزمة من الجلد was missing فقدت complete the budget loss form املى الاستمارة your name is محمد نبيل three orabi street your telephone number is 066 373 0899 نبدأ هنا طبعا السؤال ده بيجي لنا في الامتحان يا اما بيجي form يا اما بيجي business letter يا اما بيجي memo number number one name اسم العميلي اللي ميقود عندنا هنا ايه اسم العميل طبعا اللي هو محمد نبيل بعد كده address عنوانه عنوانه طبعا موجود عنده هنا اللي هو three orabi street bursite phone رقم التليفون هنجيب رقم التليفون اللي موجود عندنا فوق ونكتبه passenger from الرحلة من to كذا لو بصيت فوق هتلاقي هنا ان هو عكسها بدء الكلام you traveled to cairo اندى سفرت الى القاهرة from london من london هنا لما يقول لك passenger المسافر from من يبقى المسافر from من london to cairo flight 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 number رقم الرحلة موجود عندي في السطر الاول فوق خالص اللي هو lj203 date date التاريخ 14th november 2006 type of luggage type of luggage نوع الحقيبة اللي موجود عنده طبعا كانت sweet case color لونها كان ايه لونها كان موجود عندي هنا طبعا blue ازرق تعال بقى هنا لfeatures عايزين نقول ان الاكسرسيز ده ايجى قبل كده في امتحان بنفس الشكل ده بالضبط كلمه features لو جات لك هيقول لك for example كان لها labels يعني كان لها ticket straps لها احزمة لها stickers كلمه features الملامح المميزة للشنط يعني الشنطة دي كان فيها علمات مميزة زي ايه الشنطة دي كان فيها حاجتين لو بصينا كده هتلاقي فوق عندك خلص في السطر التالت بيقول لك white label and leather straps كان لها ticket ابيض واحزمة من الجلد يبقى تاخد خط بتنقلها في كرسة الاجابة واسترايبس برضو بتنقلها في كرسة الاجابة لاتس موف تو another question letter writing letter writing عندي هنا بيقول لي you work for انت تعمل لدى صبري سالم company you work for صبري سالم company بتشتغل في شركة صبري سالم 44 محمد ali street برسايد send a letter send a letter to noha ramzi with an offer tell them that the offer is veiled for 30 days you may give them a discount if they pay in cash noha ramzi is the manager director of ABC 4 computer 32 nasif street doki cairo لما بنيجي نتعامل مع اللتر اول حاجة بجيبها على اليمين فوق خالص اسم الراسل اسم الراسل اسم الراسل الموجود عندي هنا اللي هو انا ما عنديش اسم الراسل انا عندي اسم الراسل ولا عندي وظيفته عندي اسم الشركة على طول اسم الشركة سابري سالم كامباني حنيجي هنا على اليمين واكتب سابري سالم وكامباني سي او فول ستوب 44 44 44 محمد الي ستريت برسايد نكتب 44 محمد محمد علي ST فول ستوب برسايد المدينة في سطر انا ما عنديش هنا تاريخ نكتب التاريخ بتاعي النهاردة 15 23 21 من نفس السطر بتاعي التاريخ بنروح نكتب بيانات المرسل اليه بيانات المرسل اليه اللي هو بصيني هنا هتلاقيها بتيجي بعد كلمة كلمة 2 نوها رامزي نوها رامزي هنلاقي ان نوها رامزي هي اول كلمة في السطر الثالث With an offer بعد كلا ما جابش بيانات عن نوها هتلاقي ان في بيانات موجودة عن نوها اه في السطر قبل الاخير نوها رامزي is a manager director يبقى وظيفتها ان هي manager director بعد كده اسم الشركة بتاعتها اللي هي بتشتغل فيها اي بي سي فور كومبيوترز اي بي سي فور كومبيوترز كومبيوترز وعنوانها ثيرتي تو ناصف ستريت ثيرتي تو ناصف ستريت دقي في سطر جيزة في سطر بعد كده سوري دقي كايرو هنبدأ بقى ان احنا نكتب الخطاب نفسه نبدأ نكتب الخطاب مش هياخد وقت دير نوها بعد كده بعد كده I'd like to send a letter I'd like to send I'd like to tell you I'd like to tell you that the offer is veiled العرض 30 for 30 days if you pay in cash وبعد كده بنختم اللتر I'm looking forward to hearing from you yours sincerely مين بقى اللي كتب الخطاب ده طبعا كان الخطاب خارج من سابري سالم وإلى هنا أعزائي الطلبة نكونوا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة نرمتمنين لكم كل التوفيق وإلى حلقة أخرى إن شاء الله